موسيقى تمهيدا لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة شكري يلتقي في لندن وزير الدولة البريطانية لشؤون شمال إفريقيا كوتن يأمر بمعصلة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ومؤتمر دولي لإعادة أمار أوكرانيا في سويسرا بنكو إنجلترا يؤكد أن بريطانيا ستواجه أسوأ تضخم من بين الاقتصادات الكبرى الثالثة عصرا لتوقيت القاهرة الواحدة توقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الدولة البريطانية لشؤون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومن وولث والأمم المتحدة السيد طارق أحمد يأتي هذا اللقاء في مستهل الزيارات الحالية التي يجريها شكري إلى لندن لتشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة ورحب وزير الخارجية خلال لقائه الوزير البريطاني بالحوار المنفتح بين مصر والمملكة المتحدة حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكد الوزيران على ما يمثله تتشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة من أهمية كبيرة حيث يسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك لاسيما مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر كما تناول شكري ووزير الدولة البريطانية تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وسبل التعاون لتخفيف من أساري تلك الأزمة كما تبدل الوزيران وجهة النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى التحضيرات المصرية للصدافة ورئاسة الدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ كوب 27 وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتبكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 440 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 41 طن مواد غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 17 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 25 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 15 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل الآن مشاهدين إلى مكة المكرمة لمتابعة مؤتمر قيادات قوات أمن ترجمة نانسي قنقر أو أي ظواهر سلبية تؤثر على أمن وسلام الضيوف الرحمن تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجة بيت الله الحرام من خلال دقة التفويج سواء داخل مسجد الحرام أو المنطقة المركزية أو المشاعر المقدسة بالإضافة إلى العمل على الضمان توازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني وفي مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المودية إليها أيضاً تكثيف التوازن الأمني في مراكز الضبط الأمني لمنع المخالفين ومنع أيضاً المتسللين أو ناقل الحجاء الغير النظاميين وإدارة تنظيم حركة المرور على جميع الطرق والمناطق المحيطة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضمان إنسيابية حركة المشاه والمركبات وإدارة التقاطعات الرئيسية وإدارة تشغيل حجز السيارات واستخدام حافلات النقل العام بالإضافة إلى صرف تصاريح المركبات للدخول إلى المشاعر المقدسة والذي اعتباراً من مساء البارح تم أيضاً مباشرة الزملاء في المرور لمنع دخول السيارات الغير مصرحة لها إلا بتصاريح مصروفة من الجهة المنظمة لذلك في هذا السياق أنا آمل من ضيوف الرحمن التقييد بالتفويج لرميل الجمرات وللذهال للطواف الإفاظة أو طواف الوداع وهو مرتكز الخطط التي وضعت الحفاظ على أمن وستلامتهم أثناء أداة ذو النسك هناك عقوبة مقررة لكل من يحاول الدخول إلى مكة المكرمة في براكز الضبط أو المشاعر المقدسة وهو لا يحمل التصريح النظامي بـ 10 ألاف ريال وفقاً للتعليمات والسياسات المنظمة لها أيضاً هناك عقوبة على الناقل للحجاجة لغير النظاميين والزملاء في براكز الضبط الأمني يعملون الآن على الضبط جميع الناقلين للحجاجة لغير النظاميين باشترت القوات الأمنية جميعاً في وضع طوق أمني اعتباراً من هذا اليوم على كافة محيط المشاعر المقدسة وسيتم منع جميع الحجاج أو الجميع المخالفين وفي هناك حصائيات سنشير لها بعد قليل عن ما تم ضبطه في الأيام الماضية تم ضبط حوالي 63 حملة وهمية على مستوى المملك والزملاء في كافة شراط المناطق والقيادات العامة وفي منطقة المركزية وفي منطقة مكة المكرمة يوالون أعمالهم لحظة بلحظة لمنع أي حملة وهمية سواء من حلال نصب الاحتيال أو التدليس أو التضليل لمن أراد أن يحج حج نظامي عليها الذهاب إلى المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الحج تم ضبط 288 مواطن ومقيم مخالفين لأنظمة الحج وطبقت العقوبة المقررة عليهم بعشر ألاف تم ضبط ناقلي حجاج غير نظاميين ثمانية أشخاص سعوديين ومقيمين وطبقت العقوبات المقررة عليهم نظامي بالتزييق مع الزملاء في الجوازات مخالف أنظمة الإقامة وأمن الحدوث في مكة المكرمة تم ضبط 262 شخص مخالف لأنظمة الإقامة وكانوا يخططون لأداء شعيرة الحج بشكل غير نظامي تم إعادة 99792 مقيم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة وتم إعادة 69663 سيارة أيضاً كانت مخالفة وغير مصرح لها وتنقل أيضاً عاملين غير مصرح لهم أو حجاج غير مصرح لهم يوجد الآن العدد يمكن نلاحظ في المنطقة المركزية في كثافة عالية في المسجد الحرام نتيجة تدفقات الحجاج متوقع أنه خلال يومين القادمة يكون جميع الحجاج في مكة المكرمة استعداداً ليوم التروية وختاماً أعلن عن جاهزية جميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في اللجنة الأمنية وقيادة قوات أمن الحج سواء في المنطقة المركزية أو المشاعر المقدسة عن الجاهزية التامة لخدمة ضيوف الرحمن متمنين لحجاج بيت الله الحرام أدانسكم في ظلال من الأمن وفي موفور الخدمات المقدمة لهم من كافة الجهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً ما عليك يتفضل الآن سعادة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري قائد قوات الطوارئ الخاصة فليتفضل مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد يسعدني أن ألتقي بكم وبالسادة المشاهدين لإلقاء الضوء على مهام قوات الطوارئ الخاصة وهي أحد قطاعات رئاسة أمن الدولة التي تشارك بشكل فاعل في منظومة الأمن لحفظ أمن حج هذا العام انطلاقاً من حرص حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموه سيدي ولي العاد يحفظهم الله عملت القوات لدينا على إعداد الخطط التشغيلية والتفصيلية والتنظيمية التي تنبثق من الخطة الرئيسية أو الخطة العامة للحج التي تهدف جميعاً إلى تحقيق الحج الآمن وبيصر وسهولة تشارك قوات الطوارئ الخاصة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي كافة المواقع التي ينتقل إليها الحجيج فهي تعمل في كافة المحاور على توهير عدة اعتبارات أمن الحجيج أولاً سهولة حركته، انتقاله حتى يشعر بالراحة والإطمئة فعلى سبيل المثال في المسجد النبوي تشارك قوات الطوارئ الخاصة فإدارة الحشود حول البقيع وقوة داعمة ومساندة للجهات الأمنية التي تنظم حركة الحشود حول المسجد النبوي أيضاً حول المسجد الحرام وبالتحديد في الساحة الجنوبية والمسجد الحرام يشارك فيه عدة جهات من قطاعات الأمن العام وقوات الطوارئ الخاصة في جزئية الجهة الجنوبية تشارك أيضاً في تنقل الحجاج من الطرق المؤدية ومحطات النقل العام إلى المسجد الحرام بحيث تعمل على نقل الكثافات وتخفيف الازدحام من منطقة إلى أخرى ومحط المعطيات بحيث يدّي الحجيج فريضة في كل يسر وسهولة أيضاً قوات الطوارئ الخاصة تعمل على توفير الأمن والحماية لرأساء وضيوف الدولة وخلال مرحلة الحجيج قوات الطوارئ الخاصة تكون متواجدة في كافة المحاور فهي تشارك أولاً في الطوق الأمني الذي تكره صاحب المعالي مدير الأمن العام في منع من يرغب أن يصل إلى المشاعر المقدسة وبالتحديد عرفة بدون أن يحصل على التصريح المسموح له بأداء فريضة الحج أما في المشاعر المقدسة فتتواجد القوات ولا نسهب في الحديث عن مهامها فهي ثلاث محاور أمن الحجيج سهولة انتقاله تقديم المساعدة له فهي تنتقل معه منذ تواجده يوم التروية في مشعر ميناء حتى انتقاله ونفرته إلى عرفات فهي موجودة حول جبل الرحمة والسحات المؤدية والطرق المؤدية إليه كذلك في مسجد نمرة تؤمن المسجد للأشخاص المسموح لهم بالدخول كذلك حركة الحشود حول مسجد نمرة إذن مشاهدين الكرام كان هذا مؤتمر صحفي من مكة المكرمة حول قيادات أمن الحج للإعلان عن أليات وإجراءات خاصة بمناسك الحج لهذا العام أعلنت وزارة الصحة وسكان أن عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت ما يقرب من سمانية ألاف حاج من ديوف الرحمن المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والتشخصية والوقائية لهم على مدار الساعة وضفت الوزراء أنه لم يتم رصده أي حالة وبائية بين الحجاج المصريين مع تزامن وصول ديوف الرحمن من الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة بدأت البحثة الطبية المصرية عملها بكوادرها الطبية والوقائية والتي تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات التشخصية والعلاجية بل والوقائية لديوف الرحمن أينما كانوا فيه أطباء متوجدين فيها على مدار الساعة أطباء وسيضلة وكافة الأدوية والمستلزمات متوفرة في الاعادات نحن عندنا فريق بيمر على الاعادة بصفة دورية عشان يتأكد أن كل المستلزمات والأدوية متوفرة وموزعين كمان على الاعادات أن لو فيه أي اتصال أو أي شكاو من أي شيء كمان فيه عندنا فريق من الطب الوقائي بيمر على جميع الحجاج في أماكن إقامتهم في الفنادق وبيمر عليهم في أماكن التجمعات زي أثناء تداول الطعام في المطابق بتاعة الفنادق في المفاعم قصد بتاعة الفنادق وفي المساجد وفي الإنتبسيات عشان يدوم لدوات توعوية ودوات تسقفية ويعرفهم إزاي يحموا نفسهم ويحفظوا عن نفسهم من الأمراض المواضية والأمراض الربائية كما حرصت البعثة الطبية المصرية على توفير غرفة للطوارئ لاستقبال أي حالة طارئة لتوفير الفريق الطبي لها بشكل عاجل البعثة الطبية المصرية حرصت على توفير كافة المستلزمات الطبية والدوائية بأنواعها كافة والتي تتوافق مع طبيعة الحالات المرضية للحجاج مركزين على الأدوية الحجاج بيحتاجوها الحاجات المسكنات طبعا الكريمات بتاعة الالتهابات محليل الجفاف حاجات اللي هي الكومن اللي هي بأكتر شكوى الحجاج بيشتكو منها خلال الموسم يعني طبعا ما حاجات تانية زي الأدوية الكرونيك اللي هي الضغط بقى والسكر وقد تم بالفعل تجهيز شنط تحتوي على مستلزمات وقاية وتم المرور على الفنادق والغرف الحجاج المصريين وتم تسليمهم وتوزيع عليهم لكل حاج شنطة بها مستلزمات وقاية وبالتالي وبالتالي أول بأول أي الحمد لله ما عندناش أي نقص في المستلزمات ولا أدوية ديوف الرحمن أثنوا على الخدمات التي تقدم من البعثة الطبية المصرية على مدار الساعة الناس محترموا قويسين كسفوا علينا وبدنا علاجنا هو ربنا يكرمهم حلوة قويسة بغتوا التعباء ناس ممتازين جدا ناس خدومة بيسوا مكشف أي مكان بيسوا الحرارة بيسوا الضغط الحمد لله دوا بدليه مفعول قويس والحمد لله ربنا شافي والله هي ممتازة وانا لسه دقلوت فانا ألاقي الخدمات من البداية ممتازة وبرحبوا بينا والليحنا عايزين وكله بنوصلوا لي ان شاء خدمات تشخصية وعلاجية تقدم لديوف الرحمن من الحجاج المصريين على مدار الساعة من خلال الكوادر الطبية الذين يواصلون الليلة بالنهار رافعين شعار خدمة الحجيج شرفوا لنا محمد حلمي التلفزيون المصري أصدر الرئيس الروسي فلادمير بوتين أمرا للقوات الروسية بمواصلة عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوهانسك وخلال لقاء عقده بوتين مع وزير الدفاع سيرجي شواجو أكد بوتين أن القوات الروسية يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها حذر رئيس مجلس دومة الروسية من أن نشر قواعد لحلف شمال الأطلسية نيتو على أراضي فنلندا والسويد لن يحمي هتين الدولتين على حد تعبيره جاء ذلك تعليقا على تصريحات مسؤول فنلندي بضرورة نشر قواعد للحلف في بلاده حيث أكد رئيس مجلس الدومة الروسية أن نشر القواعد العسكرية لنيتو سيعرض للخطر مسكان المدينة التي ستتمركز فيها البنية التحتية العسكرية مشيرا إلى أنه في حال اندلاع أعمال عسكرية يتم توجيه الضربات بشكل أساسي إلى البنية التحتية العسكرية أعلنت السلطات المحلية في خاركيف إصابة سيدة وتدمير مبنى سكني ومدرسة جراء سقوط صاروخين روسيين على المدينة وتتعرض خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية إلى قصف روسي بين حين وآخر بعدما تراجعت روسيا عن خطط اقتحامها واكتفت بتصعيد العمليات بالشرق وجنوب أوكرانيا إلى ذلك أعلن مسؤول في منطقة دونتسك مقتل تسعة مدنيين وإصابت 25 نتيجة قصف الروسي على المنطقة خلال 24 ساعة وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونتسك الأوكرانية قال إنه يصعب تحديد العدد الضقيق للضحايا في ماريبول وفولونكوفا وكانت القوات الروسية قد شنت هجوما مكثفا على سلوفينيسك حيث اندلع ما يصل إلى 15 حريقا في المدينة من جانبه وصل الجيش الروسي قصف شرق أوكرانيا والتقدم بمنطقة دونباس بعد سيطرته على مدينة إليزي تشانسك الاستراتيجية من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فلادي مارزل ناسكي أن كياف تحرز تقدما في منطقتين خار كياف بالشمال وخيرصون بالجنوب 130 يوما احتاجتها القوات الروسية للسيطرة على حوض دونباس الصناعية الذي ينطق غالبية سكانه بالروسية ويسيطر على جزء منه انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014 فبعد معارك شرسة في الأسابيع الأخيرة أعلنت هيئة أركان الجيوش الأوكرانية انسحابها من لستشانسك محور المعارك الشرسة في الأسابيع الأخيرة مقرة بتفوق القوات الروسية على الأرض في هذه المنطقة من لهانسك في شرق أوكرانيا من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي أنه من المستحيد القول أن لستشانسك تحت السيطرة الروسية مؤكدا استمرار الكتال في ضواحي هذه المدينة كما أكد زيلينسكي أن كياف تحرز تقدما في منطقتي خركيف بالشمال وخيرصون بالجنوب وفي حين أن نتيجة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تبقى غير محسومة بعد لا تزال ندوب المعارك بارزة من نوافذ محطمة وآثار الرصاص والفجوات في الجدران وص تقديرات تتراوح بين عشرات إلى مئات مليارات الدولار لإعادة بناء الأماكن التي ضمرتها الحرب من ناحية أخرى تنطلق اليوم فعالية المؤتمر الدولي لإعادة أعمار أوكرانيا في سويسرا ومن المنتظر أن يكشف بنك الاستثمار الأوروبي خلال المؤتمر عن خطة لإعادة أعمار أوكرانيا باستثمارات تصل إلى 100 مليار يورو وسيسعى صندوق جيتوي تراست بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إلى جمع 20 مليار يورو بشكل مبدئي من دول الاتحاد الأوروبي ومن موازنة الاتحاد وذلك في صورة منح وقروض وضمانات لأوكرانيا تعرض وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس خلال مشاركتها بمؤتمر إعادة أعمار أوكرانيا في سويسرا تعرض خطة المملكة المتحدة لدعم كييف على المدى القصير عبر المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى إعادة الإعمار على المدى الطويل وستدعم لندن إعادة إعمار مدينة كييف بناء على طلب رئيس روسي فلودي مارزل ناسكي وكذلك تعتزم المملكة المتحدة العامة مع كييف وحلفاءها لستضافة مؤتمر تعافي أوكرانيا في عام 2023 قال وزير الخارجية الروسية سيرجي علافروف إن هناك محاولة من أجل استحداث ألية جديدة لنقل الحبوب من أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الفنزولي ألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي علافروف باللوم على الرئيس الأوكراني في تعثر تصدير الحبوب من البلاد متهما إياه برفض فك الألغام من الموانئ الأوكرانية في الوقت التي تؤكد موسكو في تعاونها لأجل تخفيف أزمة الغذاء في العالم في سياق آخر أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندا إلى أربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرين الف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة نتاق للاجئين في أوكرانيا والفرين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية موسيقى 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 وعلى الصعيد الاقتصادي تسارع التضخم في سويسرا خلال شهر يونيو الماضي بأسرع وتيرة منذ ما يقرأ من ثلاثة عقود حيث ارتفع إلى 3.4% على أساس سنوي من 2.9% في مايو ويعد المعدل المسجل في يونيو أعلى بكثير من هدف البنك الوطني السويسري البالغ 2% وشكلت الأزمة الأوكرانية عاملا أساسيا في تصارع أسعار المستهلكين في سويسرا إضافة إلى الاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد وفق البنك المركزي يأتي هذا التطور بعد أسبوعين من قيام البنك المركزي بشكل غير متوقع برفع أسعار الفائدة للمساعدة في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة كما سجل الميزان الألماني التجاري عجزا بمليار يورو في مايو مقابل توقعات بفأت بمقدار 2.7 مليار يورو وأثارت بيانات نشر مكتب الإحصاءات للتحدي الألماني أن الصادرات الألمانية سجلت رجعا في مايو بنسبة بلغت نصف بالمئة على أساس شهري بينما تجاوزت الوردات التوقعات وجاءت تراجع المفاجأ لصادرات نتيجة لتراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8% مقارنة مع أبريل 2022 قال بنك انجلترا أن بريطانيا ستواجه أسوأ تضخم من بين الاقتصادات الكبرى مضيفا أن التضخم سيستمر لفترة أطول بما كان متوقعا في الصادق بسبب ارتفاع أسعار الوقود حيث ارتفع معدل التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما حيث أدت العملية الروسية في أوكرانيا إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود وشهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعا بلغ 54% في فواتير الغاز والكهرباء الشهر الماضي وذلك بعد رفع الهيئات التنظيمية صقف أسعار الطاقة هذا وقد توقعت غرفة التجارة البريطانية أن تتاجها العديد من الشركات البريطانية لزيادة أسعار منتجتها خلال الأشهر السلسات القادمة بسبب مخاطر متعلقة بأنشطة الأعمال وأوضح تحد غرف التجارة البريطانية أن المسح الفصلي أظهر مؤشرات تحذير واضحة مع ضعف المبيعات والسقة كما يتوقع أن يكون أكثر من ربع الشركات تتراجع في أرباحها موسيقى موسيقى حذر رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا من أن خطط الاعتمان بقيمة 15 مليار يورو التي قدمتها الحكومة لشراء الغاز لمنشآت التخزين قد لا تكون كافية وحذر رئيس هيئة الطاقة الألمانية من أن قلة المخزونات قد يدفع لارتفاع الأسعار كانت ألمانيا بدأت خطة لتأمين مخزونات الغاز بعد تضاؤل الإمدادات من روسيا وحددت برلين أهدافا فدرالية لملء مخازن الغاز إلى 80% و90% بحلول أكتوبر ونوفمبر على التوالي بينما تبلغ مستويات التخزين الحالية حوالي 61% وللمزيد من المتابع حول الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها العديد من دول العالم إسرى الأزمة الروسية الأوكرانية ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي السياسي الدكتور أحمد ياسين دكتور نتحدث عن موجة تضخم في بريطانيا الآن توصف بأنها الأسوأ والأكبر في الدول المحيطة بها كيف ترى هذا الأمر من نواحي الاقتصادية؟ نعم يعني ظاهرة ارتفاع مستوى التضخم هي بالتأكيد ظاهرة عالمية حاليا على مر الشهور الماضية ومن المتوقع لها أن تستمر للمرحلة المقبلة بالنسبة لبريطانيا بالتحديد نعم يبدو أن الاقتصاد البريطاني يعاني أكثر من غيره من بين الاقتصادات المتطورة وكل ذلك مرتبط مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي وهناك ربط يجب علينا أن نوضحه بأن ارتفاع مستوى الطاقة والذي أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم هو يرتبط بشكل عملي وبشكل مباشر مع العقوبات الاقتصادية الغربية غير المسبوقة التي فرضت على بلد أساسي بالنسبة لاستمرارية التوازن في مقومات الاقتصاد العالمي وهنا يعني يأتي الخطأ الكبير الذي وقع فيه الغرب عموما من خلال فرض هذا الكم الهائل وكذلك أيضا العقوبات التي أخذت تنوعا غير مسبوقة في فرضها على روسيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وكما هو معروف اقتصاديا أسعار الطاقة مرتبطة ارتباط تلازمي مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية لذلك طالما أن هذه العقوبات مستمرة على روسيا وأي خطوة يمكن أن يخطو الغرب لتوسيع مثل هذه العقوبات أو تحديد سعر الغاز الروسي أو النفط الروسي مثل هذه الإجراءات سوف تنعكس بمستويات أعلى وأخطر بكثير بالنسبة لمستويات التضخم وهنا نذكر بالتقرير الأخير للصادر عن وكالة بلومبورغ في حال أقدمت الدول الغربية على تحديد أسعار النفط الروسي يمكن أن يصل أسعار النفط إلى ما فوق 300 دولار لذلك كل ذلك مرتبط مع هذا الخطأ الكارثي الذي وقعت في الدول الغربية في معاقبة روسيا ويبدو أنها قد عاقبت نفسها أكثر نعم ولكن أسؤال كيفية الخروب من هذا المأزق الطريقة المباشرة للخروج من هذا المأزق هو إيجاد سبيل سريع لتحقيق التوازن من جديد في القطاع النفطي في قطاع الطاقة العالمي وهنا تأتي الدعوات المتكررة خاصة هنا في الأوسط البريطانية بإيقاف هذه العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا بشكل مباشر يعني هناك دعوات أصبحت واضحة ولكن بسبب الحال الأحراج السياسي من قبل القادة السياسيين الغربيين يبدو أنهم في وضع جدا سيء ولا يمكن لهم أن يتخذوا مثل هذا القرار يعني هم يحاولون أو يحاولون أن يتظاهرون بأنهم يقومون على معاقبة روسيا لحملتها العسكرية في أوكرانيا لذلك هناك صراع ما بين التوجه الاقتصادي والتوجه السياسي نعم في الدول الغربية وفي نهاية المطاف المواطن العادي في الدول الغربية هو الذي يدفع الثمن حاليا مستوى تكلفة المعيشة في بريطانيا تضاعفت مرات عديدة والطبقة الفقيرة في بريطانيا بالتأكيد لا يمكن لها أن تستمر على هذا المستوى من المضايقات المعيشية الكبيرة جدا هناك عائلات لا يمكن لها أن تحصل على لقمة العيش اليومي بسبب ارتفاع مستوى الضخم والتأثير المباشر على القدرة الشرائية للفقراء خاصة الفقراء في الدول المتطورة الاقتصادية دكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي كنت معي من لندن شكرا جزيلا لك عين الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز الخبيرة الاقتصادية سيلفينة باتاكيس وزيرة جديدة للاقتصاد بعد الاستقالة المفاجئة للوزير مارتين جوزمن كان جوزمن قدم استقالته بعد تصاعد التوتر داخل الاتلاف الحاكم بشأن كيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية وتجاوز التضخم 60% وانهيار العملة الوطنية في سيرلنكا ترجع طياطي الوقود بشكل كبير مما أدى إلى توقف وسائل النقل العام في البلاد ومنذ أشهر يعيش إثنان وعشرون مليون من سكان الجزيرة في ظل انقطاع يومي لطيار الكهربي وتقنين الوقود والغاز مع تضخم المتسرع في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ استقلالها عام 1948 تراجع احتياطي الوقود في سيرلنكا بشكل كبير مما أدى إلى توقف وسائل النقل العام في البلاد فمشهد طوابير الانتظار الممتدة على طول عدة كيلومترات بات متقررا أمام محطات الوقود في أنحاء العاصمة كولومبو مع مواجهة المحطات نقصا في الديزل والبنزين منذ عدة أيام نتيجة لهذا النقص في الوقود خفضت الحافلة الخاصة التي تمثل ثلثي أسطول البلاد مستوى خدمتها فيما أصبحت معظم المكاتب والمحلات التجارية مغلقة كما صدرت أوامر ليميع المؤسسات الحكومية غير الأساسية وكذلك المدارس بالإغلاق حتى العاشر من يوليو للحد من التنقل وتوفير الطاقة ومنذ أشهر يعيش 22 مليون من سكان سيرلنكا في ظل انقطاع يومي للطيار الكهربائي وتقنين الوقود والغذاء مع التضخم المتسارع ولم يعد النقص الحد في العملات الأجنبية يسمح للبلاد باستراض ما يكفي من الغذاء والوقود والسلع الأخرى الأساسية وأعلنت الحكومة التخلف عن السداد في أبريل وتتفاوض حاليا مع صندوق النقل الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة لعجزها عن تسديد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار أهلا بحضراتكم من جديد إلى نشرة الثالثة أعلنت الرئاسة الفرنسية الإليزي التشكيل الوزرية الجديد لحكومة البلاد وذلك بعد مرور شهر ونصف على تعيين إليزابيث بورن رئيسة لوزراء فرنسا وتضم الحكومة الجديدة 41 وزيرا ومسؤولا وزريا جاء التعديل بعدما أسفرت الانتخابات التشرعية عن عدم حصول الائتلاف الرئاسي على الأغلبية المطلقة كما يأتي أعلان الحكومة الجديدة بالتزامن مع الولاية الثانية لرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مكتب المدعي العام في أوس باكستان إن 18 شخصا قتلوا في الاترابات التي وقعت في إقليم قرقل بأفغانستان وذكرت الوكالة أن 243 أصيبوا أيضا خلال الاترابات التي اندلعت في الإقليم بسبب خطط لتقليص الحكم الذاتية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى تطبيق حلول جريئة للتصدي لأزمات المناخ العالمية في منطقة الكاريبي وفي كلمته أمام المؤتمر الثالث والأربعين للجماعة الكاريبية شدد جوتيريش على أنه يجب على البلدان الأكثر ثراءا أن تقود الطريق إلى ثورة في الطاقة المتجددة عادلة ومنصفة كما يجب عليها الوفاء بوعودها بتقديم 100 مليار دولار لتمويل التكيف المناخي اعتبارا من هذا العام انجرفت سفينة شحن في البحر جنوب سيدني وذلك بعد مغادرتها ميناء لونغونغ الإسترالية وقالت وسائل أهلم المحليين السفينة التي كان على متنها 21 شخص ترسو الآن بالقرب من الساحل مضيفة أن هناك زورق سحبة في الموقع لمحاولة منعيها من الاقتراب من المنحدرات والسخور القريبة أمرت خدمات الطوارئ الأسترالية آلاف الأشخاص في سيدني بإخلاء منازلهم وذلك بعد أن غمرت الفيضانات مساحات شاسعة من الأراضي وأعلنت السلطات انعقاذة نحو 20 شخصا معظمهم حصروا داخل سيارات على الطرق خلال اليوم الثالث من هطول الأمطار على الساحل الشرقي أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعصير أن العصفة المدرية بوني تحولت إلى إعصار من الفئة الأولى قبلة السحل الجنوبي الغربي للمكسيك محملة برياح تبلغ سرعتها 130 كم في الساعة وقالت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية أن الإعصار قد يصل إلى تصنيف الفئة الثانية مساء الاثنين مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 177 كم في الساعة أمطار غزيرة ورياح عاتية ضربت سواحل المكسيك قراء عصفة بوني الاستوائية التي تواصل توغلها وسط تحذيرات من كوارث وفيضانات المركز الوطني الأمريكي للأعصير أكد تحول العاصفة بوني إلى إعصار من الفئة الأولى قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك برياح بلغت سرعتها نحو 130 كم وكان الإعصار بوني الذي يعد ثالث إعصار في موسم أعصير شمال شرق المحيط الهادئ قد وصل إلى اليابسة كعاصفة مدارية على ساحل الكاريبي بالقرب من حدود نيكاراجو وكستاريكا مساء الجمعة مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة في المنطقة قبل العبور إلى المحيط الهادئ أما في السلفادور فتسببت الأمطار الغزيرة بالسبب الإعصار إلى وفاة شخص واحد مما دفع رئيس البلاد إلى تعليق الدراسة ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية قد يصل الإعصار بوني إلى تصنيف الفئة الثانية مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 177 كم في الساعة وحذرت الهيئة من أن الإعصار من المرجح أن يتسبب في ارتفاع موجات المياه إلى نحو خمسة أمطار وقد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات طينية وفيضانات نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية الشروق بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم توقيع الكشف الطبيع على ما يقرب من ألف مواطن بعدد من تخصصات طبيعية بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية ومعمل التحاليل كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات التأمين الصحي الشامل مجانا النهاردة في اللقافلة عندي تخصصات كتير أباطنة وأطفال ونسا وجراحة وجلدية وتنظيم أسرة بجانب عندي معمل دم وتفايليات وعندي صيدلية بها 85 صنف من الألال النهاردة احنا عندنا عيادات متنقلة في كل التخصصات النهاردة المواطن بقى متأكد أنه جاي وحياخد الخدمة وحياخد الدواء بتاعه وكبال لو حالته محتاجة تحويل الحمد لله رب العالمين عندنا مستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والرعاية الصحية في الإسماعيلية بتستقبل كل الحالات دي تواصل المبادرات الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعتها بقرى مركز زفتة بمحافظات الغربية وخلال تفقده آخر تطورات الأعمال الجارية بقريتين نهطاي والغريب أكد محافظة الغربية طارق رحمي الانتهاء من المجمع الخدمي الحكومي والمجمع الزراعي البيطري ومحطة مياه نهطاي إضافة لمحطة القطار والمدارس ونقطة إسعاف نهطاي كما تفقد المحافظ نقطة الحماية المدنية بقرية الغريب بالإضافة للأعمال الجارية بطريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا جديدا أعلن الفريق سامر ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021-2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة وأشار ربيع إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ساهم في تحقيق أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة وقدره يصل إلى 7 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة زيادة بلغت 20.7% كما شدد رئيس الهيئة على أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمدادات العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفجرافات تسلط ضوء على استمرار الدولة في تنفيذ مشروع سقوك الأضاحي فضلا عن إطلاقها مشروع سقوك الإطعام وذلك في إطار جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين أوضح التقرير أن مشروع سقوك الأضاحي أطلق في 2015 لتعظيم نفع الأضحية حيث يتم من خلاله توزيع لحوم سقوك الأضاحي مرة واحدة في العام لافتا إلى أن نحو 5.4 مليون أسرى أولى بالرعاية استفادت من المشروع حتى الآن بعث القصة أندريا زكي رئيس طائفة الإنجلية بمصر برقية تهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك كما تقدم رئيس طائفة الإنجلية بشكر لرئيس السيسي على قرار تخصيص قطعة أرض لطائفة الإنجلية بالعاصمة الإدارية الجديدة مسمنا جهود القيادة السياسية في بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك كما بعث رئيس طائفة الإنجلية برقية تهنئة بحلول عيد الأطحى إلى رئيس مجلس الوزراء والشيخ الأزهر الشريف ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ وعدد من كبار رجال الدولة عقد مسؤول وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة اجتماعا لمناقشة تحضيرات مؤتمر كوب 27 للمناخ شهر نوفمبر القادم واستعدادات مصر لقيادة العمل المناخي العالمي ناقش الاجتماع المشروعات الفعلية التي تتم على الأرض بمدينة شرم الشيخ لزيادة الطاقة المتجددة والجديدة بالمدينة وذلك ضمن الخطوات التنفيذية بأن تكون مدينة شرم الشيخ خضراءة وصديقة للبيئة كما تناول الطرفان إمكانية زيادة الطاقة المتجددة والجديدة بمطار شرم الشيخ وذلك بالتنصيق مع وزارة الطيران المدنية إلى البرصة المصرية حيث أنهت المؤشرات تعاملات جلسة اليوم على تراجع حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع وسجل رأس المال السوقية مستوى 593.2 مليار جنيه وسط الدولات بلغت نحو 3 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 8704 نقاط كما انخفض مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 1655 نقطة وهبط مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 2435 نقطة شاركت مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي في حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية للدول العربية لعام 2022 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان تحقيق تعاف شامل ومر في فترة ما بعد كوفيد وخلال كلمة لها أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاطة أن مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحقق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا وذلك بسبب المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها بالإضافة لخطة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية نهاية نشرة الثالثة وإلى أبرز العناوين تمهيدا لتتشيني مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكات المتحدة شكري يلتقي في لندن وزير الدولة البريطانية لشؤون شمال إفريقيا بوتين يأمر بمواصلة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ومؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا بسويسرا بنك إنجلترا يؤكد أن بريطانيا ستواجه أزوأ تضخم من بين الاقتصادات الكبرى نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري أشكركم على طيب المتابعة ودمتم سليم ترجمة نانسي قنقر